بسم الله الرحمن الرحيم معكم المهندس في صفح الحران من قناة تنمينس أهلا وسهلا فيكم في حلقة جيدة من كوكتيل تنمينس واللي حنتناول فيها أهم النصائح اللي ممكن إحنا نستثمرها ونعمل بها من أجل استغلال هذا الشهر الكريم فكل عام وأنتم بخير من مناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية بإذن الله تعالى وخلينا نبدأ بسؤال رئيسي ما هي أهم خطوة حنبدأ فيها أول مهمة حنبدأ فيها هو أنه إحنا لازم نحط أهداف لأنه في شهر رمضان المبارك أهداف سواء كانت للعبادات أو أهداف للعمل أهداف العبادات ممكن إحنا نقسمها لبعض الخطوات اللي ممكن تكون مثلا مثل قراءة القرآن مرة واحدة مع تفسير بعض الصور ممكن صدقة يوميا أو صدقة أسبوعية قيام ركعتين مثلا كل يومين أو ثلاثة وهكذا يعني إحنا بدنا نحاول نحط أهداف طموحة فيها نوع من التحدي خلال هذا الشهر المبارك أما بالنسبة لهداف العمل فربما تكون مثل قراءة كتاب إنهاء مشروع مشاهدة كورس معين وهكذا ولكن طبعا هذا حسب الاستطاع وحسب الوقت المتاح اللي بتتناسب مع حضرتك خلال شهر رمضان المبارك أما بالنسبة للخطوة ثانية عزيزي المشاهدين أعمل قائمة مهام بأهم المهام اللي أنت بدك تنفذها يعني حاول تخلي المهام الأصعب والتي تحتاج إلى طاقة وجهد وتركيز منك حاول تخليها أول النهار لأنه أنت لسه الحيوية ما زالت موجودة لديك في أول النهار بينما المهام الأسهل اجعلها آخر النهار لأنها لا تحتاج إلى طاقة وجهد كبير مثل الدعاء أما بالنسبة للخطوة الثانية لا تبدأ بشكل مفرط ابدأ بشكل تدريجي في المهام يعني مارس العبادات مثل الصلاة وقراءة القرآن بشكل تدريجي ثم بعد ذلك زد حسب الاستطاعة ولكن لا تبدأ بشكل مفرط يعني لا يكون لديك حافز كبير لأن تبدأ بشكل كبير جدا وبالتالي ممكن يكون يصير معك تكاسل كبير جدا وبالتالي تفقد السيطرة على أداء المهام والعبادات في شهر رمضان الكريم الخطوة الرابعة زالي مشاهدين قسم مقطعك المتاح حسب الأولويات والأنشطة رئيسية في شهر رمضان الكريم وإحنا حركت على أربع شغلات رئيسية وهي العبادة والعمل والنوم والطعام وخلينا نشوف شو الملاحظات اللي ممكن تفيدك في هذه الأربع أشياء رئيسية وخلينا نتناول عزيزي مشاهدين نقطة الأولى والرئيسية وهي العبادة اهتمامك بالعبادة هو الاهتمام الرئيسي والأول في شهر رمضان المبارك وذلك لأنك إذا خسرت العبادة أو خسرت النشاط الدين فقد خسرت دنياك وآخرتك عشانك اهتم في العبادة وحاول أنه أنت تركز في تنفيذ أنشطتها في وقت واحد ومركز يعني مثال حفظ صورة من القرآن أو قراءة القرآن أو تسبيح وذكر اجعله في أوقات الصلوات يعني وزعه على أوقات الصلاة لكي يسر عليك التركيز في هذا النشاط وخليت ناول النقطة الثانية وهي النوم النوم طبعا نشاط رئيسي ومهم جدا لكل إنسان يود أن يصن بالشكل الصحيح ويمارس العبادة أيضا بالشكل المنتج والمركز لأنه النوم هو اللي بيعطيك الطاقة والحيوية لأنه تمارس النشاطات بشكل جيد وبشكل كفو عشان هيك حاول انتقي أوقات نومك بما يتناسب مع أوقات عبادتك وبما يتناسب مع الخطة الرمضانية اللي أنت وضعها إذن لا تستهتر ولا تهدر وقت النوم وحاول أنه أنت توقي نفسك وقت من الراحة لكي يعينك على أداء المهام المطلوبة خلال شهر رمضان الكريم أما بالنسبة للنقطة الثالثة وهي العمل اجعل أداء مهامك اليومية والتي تحتاج إلى جهد كبير في أول النهار لأن طاقتك الانتاجية تكون على أوجهها لذلك حاول أنه أنت تنفذ المهام المطلوبة منك والرئيسية أو الصعبة في أول النهار أو بشكل مبكر عشان تأديها أنت بالشكل المطلوب وبالشكل الجيد نخطب نقطة الطعام وهي أنه تحاول أنه أنت تقلل من الأطعمة أو لجبات الدسمة وحاول أنه أنت تقلل قدر الممكن من الأكلات يعني بحيث أنه أنت تركز على السوائل على الشراب على اللي هو السلطات على الخضروات اللي ممكن الأشياء هذه تعينك على أداء المهام والعبادات في شهر رمضان الكريم حتى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يركز على هذه المسألة فيقول في الحديث الشريف ما ملأ أدمي وعاء شرم من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فرثوث لطعمي وثلثو لشرابي وثلثو لنفسه عشان هيك بنحكي لك حاول أنه أنت ترحم جسمك عشان جسمك يعينك على أداء المهام في شهر رمضان الكريم النقطة الخامسة هي عدة من خطتك الرمضانية لا تجعل الخطة جامدة حاول يكون عندك نوع من المرونة والفلكسابيلتي في تنفيذ المهام والأنشطة المتعلقة بالعبادات ليش؟ لأن الإنسان عندما يضع خطة يتوقع أن ينفذها بشكل كامل عشان هيك النفس البشرية متقلبة المزاج يعني لن تعطيك ما تتمنى إذن خليك مرن خليك متساهل مع نفسك لكن حاول أن أنت دائما تحسن وتطور من أداك خلال شهر رمضان الكريم لأنه شهر فضيل وشهر أجر كبير وعظيم حاول دائما تمشي وفق الأهداف أو وفق الخطة قدر الإمكان أما بالنسبة لنقطة السادسة فهي عدم الإصراف والتبذير حيث يقول الله عز وجل في صورة العرف الآية 31 وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين عشان هيك احنا بنلاحظ كثير من الناس يعني يبذر ويكلف نفسه في أنواع معينة من الأطعام التي لا يحتاجها الجسم وتكون زائدة عن حاجتنا وبالتالي يتم رمها أو عدم استهلاكها عشان هيك خليك يعني عادل ومنصف واستهلك الطعام اللي أنت بتحتاجه بالفعل والذي يحتاجه جسمك بشكل صحيح نختم هذه النقطة أنه سبب رئيسي لدوام النعمة هي الحفاظ على هذه النعمة وشكر الله عز وجل عليه لكي تدوم هذه النعمة فبالشكر تدوم النعم النقطة السابعة وهي من النقاط المهمة والرئيسية جدا جدا إلا أنا بحثك عليها أنه إدخال عادات جديدة في هذا الرمضان لا تجعل هذا الرمضان يمر عليك بشكل عابر حاول أنه تدخل عادة جديدة عليك في حياتك لم تكن تمرسها من قبل يعني مثل قراءة كتيب محاولة تفسير صور صغيرة أنت بتحبها قراءة صورة كبيرة مميزة من القراءة أنه أنت تفسرها حاول أنه أنت تقيم ركن في البيت يكون مخصص للعبادة خصوصا أنه إحنا ما بنصلي التراويح في المساجد نتيجة الحجر الصحي يعني حاول أنه أنت شوف عقلك وشوف إمكانية أنه تخلع عادات جديدة في هذا الرمضان واحتمانية أنه تستمر عليها بعد رمضان يعني ركن أو المسجد الصغير في بيتك هذا ممكن أعتقد يستمر بعد الرمضان ويذكرك بأيام العبادة وتلتزم بسبب هذه العادة حاول أنه أنت تشتهد في بناء عادات جديدة وإن شاء الله ربنا تقبل منكم هذه العادات الجديدة وثبتنا عليها بعد رمضان المبارك وصلنا أعزائي مشاهدي مع بعض النقطة الأخيرة وهي الوصية بحب أوصي نفسي وأوصي حضراتكم بأنه نستثمر هذا الوقت في الشهر الكريم يعني بكافة أنواع النشاطات اللي احنا ذكرناها في النقاط السابقة وإن شاء الله ربنا يتقبل منكم الصيام والقيام وإن شاء الله تكون هذه أوقات كلها طاعة وعبادة بتمنى أشوف تعليقاتكم وخطتكم في التعليقات شو هي النشاطات اللي انتم نوين تستثمروها وتشتغلوا عليها في هذا الشهر الكريم ما تحلمون من تعليقاتكم ما تحلمون من اللايك والشير ومشاركة هذه الحلقة لغيركم من الناس بشوكم في حلقة جديدة وإن شاء الله نلتقي ونحن بأحسن حال وصحة وعافية بختم حديثي بقول الله عز وجل ربنا عليك توكلنا وإليك يا ابنة وإليك المصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة